تحديات التحديات في نسبالي فيه ثلاث تحديات بيواجهوني الحلم بتاعك بيبدأ يتبلور مع الوقت أعتقد أني أيضاً لديك كثير من يتبهل ويتحدث في كارير أعملت كتعتين بجدرات إنها تغطي احتياجها أول قطارنا دي بقى أنا ما كنتش عاملها حسابها مع كل نفس جديد في كل أرض وفي أي سن وأي زمن أنا سر الحياة في الكون ونصه أنا قلبه وعقله وضميره أنا أنا الندى الدمياتي مدرس مساعدة جهاز هضمي وكبد وأمراض متوطنة وحالياً على بعسل الحصول على الدكتوراه في تخصص الدقيق زراعة الكبد في فرنسا أنا أصدق من برازيل وحالياً وحالياً من مدرسة فيتوريا أنا أصدق من مدرسة وحالياً 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 أنا حنال ماجدينة بمحافظة الويد الجديد من قرية صغيرة في مركز الداخلة في المحافظة عندنا أنا صابرين صلاح من اليمن حست بسعادة كبيرة جداً لما أنا أدرب امرأة وأحس أن الامرأة هذه أنها قدرت تعمل حاجة تكسب منها اسمي ماروة السلح دار أول زابط بحريف مصر أنا كل دول واللي قبلهم واللي هيكملوا الحلم من بعضهم بحلم من وانا في أولا طب أن أنا أبقى واحدة من أشهر وأقوى خمسة في مجالي والحلم ده حاولت أن أنا أخطط له وأرسم له من داي وان في كلية الطب فكرت في إنشاء هذا المشغل وعملت إعلان عن المشغل مع الجروبات اليمنية بحلم أنه يبقى فيه سنتر او مركز للأبحاث أمراض الدهاز الهضمي والكبد لأنه محتاجين أن نحن نلم كل المعلومات وكل البيانات الموجودة عن المرضى سواء في مصر أو بشكل عام في أفريقيا ونقدر نطلع منها نتائج لأبحاث تبقى زو قيمة على مستوى العالم ويعتد بها يعني اتوسع الموضوع شوية أن أنا بدأت أدرب أرتريين وسودانيين وصوماليين وكان فيه اندماج مجتمعي بين اليمنيات وبين الأرتريات وأفكار كانت بتتخلق جديدة لدرجة أن إحنا كمان بدأنا أن إحنا نفصل الملابس أو الثوب السوداني كمان من أول السباء ودايماً عيني على خط النهاية خط نهاية ممكن يكون هدف بعيد أو حلم كل يوم بيكبر ويتولد من جديد ممكن يكون على البر الثاني وممكن يكون في بلاد تانية منصب نائب ما كانش موجود فالأول مرة بيبقى فيه نائب للمحافظة عندي ونائب ابن البلد أو بنت البلد دي حاجة كبيرة جداً بس في نفس الوقت بالنسبة لي أنا تحدي كل اللي أقدر أن أنا أعمله سواء في خدمة أهلنا في الملفات اللي تحتك بأهلنا هناك الواقع اليومي أو في خطة التنمية الشاملة للدولة واللي أنا عايز أطبق الجزء الخاص بالمحافظة بتاعتي عندي ومنها أن أنا يبقى فيه دمج للشباب في كل قرار بيتم اتخاذه أهدافي أن أنا أبقى في المجال بتاعي خاصة أن المجال بتاعي كمان لم تدقوي على الرجال والهدف فقا السابت اللي كان عندي أن أنا أوصل لأعلى ردبة في المجال ده وهي ردبة كابتن بحرين لو على البدايات مش ممكن حد يعرف قيمة الخطوة الأولى قدي لما وصلت هناك بقى قدامي حاجة من الاتنين في خلال أول شهر يا إما هارجع لأنه خلاص مش قادرة يا ملأ ده تحدي ولازم أمشي فيه وأخلص البلان اللي أنا جاي عشانها وأكتر كمان أول مرة في البحر كنت أول بنت تطلع أون بورد على الماركت دي أزا كادت متمردة أنا كسرت التقاليد كلها اللي كانت موجودة فلق مش في مصر بس أنا كسرتها في أكثر مكان بعيد مترومي لأطراف في الدولة تجربة صعبة بس في الآخر لما بتبدأي تجني سمار التجربة دي بتحسي بالفرق اتميزت في مجالي إن أنا كنت أول واحدة مصرية تدخله ما كانش مقصود أنا دخلته عشان بحبه كل حاجة أصبحت للمرأة الآن هي متاحة مختلفة كوني أي وحدة فيهم كوني كلهم لأن الطريق لازم يكمل وخط نهاية دايماً مستني خطوتك العمل موجود مش معدوم إحنا اللي ندور عليه مش هو اللي هيدور علينا النجاح دايماً بيبدأ اللحظة إن أنت بتقرر فيها إنك تخرج من الكمفرد زون بتاعتك لأنه النجاح بعد ليالي صهر وبعد التعب بيبقى دي طعمه مختلف وقدمي مساعدتك وقدمي لتقدري تعمليه للناس اللي حواليكي والناس اللي عندها حلم عشان ربنا أكيد هيوفقك في حلمك وفي مستقبلك فما توقفيش وما تيقسيش وما تستسلميش أنا زي ما أنا قدرت برغم الصعوبات والتحديات أنت كمان تقدر اشتركوا في القناة